بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نبدأ مع بعض مراجعة على منهج الاي سي تي للصف الثالث ان شاء الله في المراجعة دي هنناقش مع بعض اهم الاسئلة في ملزمة الفاينال ريفيجن وهي ملزمة مهمة جدا 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 وان شاء الله الفيديو داي يفيدكو الوقتي في مذاكرتكم وكمان ليلة الامتحان ان شاء الله اتمنى بس قبل ما نبدأ الريفيجن ان انتو تكونوا دايما وعايين لفكرة ان احنا لازم ننشر الفيديو وان احنا نساعد بعض في نشر الفيديو انا بعاني جدا في القناة من ان الفيديوهات مش بتتشاف وده مأثر جدا ومخليني ان انا مش مش هقول مش متشجع ولكن مش قادر ان انا اعمل ده فاتمنى ان انتو تنزلوا الفيديو في جروبات المدرسة في فيسبوك تعملوا مشاركة يعني ده هيسابورت اكتر لو انت مستفاد لان الفيديوهات دي فور فري فهي متاحة فالدعم اللي انت ممكن تقدمه ان انت ممكن تعمل شير او ان انت تساعدني في انك تعمل لايك انك تعمل شير وتاخد اللينك تنزله مثلا في جروب المدرسة او على صفحتك او كده نبدأ كده بسم الله وهي ريفيجن على منهج الاي سي تي نبدأ باول سؤال عندنا هو هو ماركت او هو ماركت او هو ماركت او او هو ماركت او او هن نتكلمنا قبل كده في المنهج بتاعنا على مجموعة من الافكار نحاول كده كل ما ناخد سؤال نحاول نشوف الجزئية دي جات عليه ازاي في المنهج بتاعنا في الماناك بتاعنا اتكلمنا عن فكرة ان في حاجة اسمها ماركت الماركت ده هو سوق السوق ده ممكن ان انا ابيع واشتري في حاجة اسمها اسهم بس توك اكس اتشينج is market where people can buy and sell and share stocks يعني مثلا شركة الشركة دي بتتاجر مثلا في العربيات الشركة دي عاوزة فلوس اكتر فتيجي تقول والله انت تعال حط عندي فلوس وهيكون لك نسبة في الارباح ماشي وده عن طريق ان انت بتبقى مالك جزء في الشركة دي يعني لو نفترض ان رسم مالي الشركة دي مليون جنيه وانت جيت حطيت الف جنيه فانت كده ليك في الشركة دي الف جنيه الالف جنيه اسمها سهل سهم الشير اللي هو ايه ده مشاركة بتاعتك are equal parts into which ownership of company are divided into يعني هو الالف جنيه اللي انت حطيتها دي هي نسبتك في الشركة المهم يعني ان في حاجة اسمها stock exchange stock exchange هي انك انت التجارة في الاسهم دي طبعا ده بيقوم عليه الاقتصاد عشان الشركات تكبر الشركة ممكن ميبقاش معاها فلوس في الاول خلاص وكمان بيسموا stock exchange دي الاوراق المالية يعني فاهم اللي هي الفكرة ان انت تتاجر في الاصل الاصول مثلا او المشاركة في رؤوس الاموال يعني في السندات مثلا لها مصطلحة كتير بس الفكرة في المعنى نفسه stock exchange معناه المكان زي البورسة كده اللي انت بتروح تقول ايه والله انا عاوز اشتري ساهم في شركة كزا المهم ان الاجابة هنا بتكون ايه بتكون share share يعني ان انت ايه بتشارك في الماركت ده او بتشتري ساهم في الماركت ده يبقى هقول تاني stock exchange هو مكان انت بتشتري في جزء من الشركة او بتبيع في جزء من الشركة او ممكن واحد يكون مسلا عنده اا جزء في الشركة الفرانية وعاوز يبيعه يروح لل stock exchange المكان السوق اللي فيه كلام ده وده مكان ممكن يكون على النت ممكن يكون مسلا مكان حقيقي وتبيعي الكلام ده وحد يشتري منك online museum and educational publishing platform and libraries are example of حاجة اسمها ESP ودي فائدة revision اللي انا عملها لكم النهاردة انا اعمل لكم revision علشان تجمع لكم الحاجات الايه الحاجات الاساسية فيه عندنا حاجة اسمها educational service provider وهو مقدم الخدمة مثلا موقع تعليمي الموقع التعليمي ده بيقدم خدمات تعليمية يعني يقول لك والله انا مثلا اعمل لك كتاب الكتاب ده تذكر منه في مقابل ان انت تديني مثلا عشرة جنيه فاصبح ده اسمها profit organization يبقى educational service provider واحد قدم لك الخدمة فده اسمها profit organization ده منظمة ربحية والله انا هديك الجزء التعليمي ده بمقابل مثلا عشرة جنيه او non profit organization يقول لك والله انا هقدم لك خدمة تعليمية بلاش تعال احمل الكتاب اللي انت عاوزه او شوف الدرس اللي انت عاوزه فور فري وبلاش ماشي الفكرة في non profit هنا ان هو بياخدش منك مقابل انت استفدت ومشيت نقدر نقول مثلا ان في نسبة كبيرة من الفيديو اللي انت تتفرج على الوقتي ده هو non profit بمعنى ايه بمعنى ان الوقتي انت جيت حملت الملزمة وتفرجت على الفيديو ومشيت هل مثلا انت دفعت حاجة لا هل مثلا في مقابل لا مفيش ده الموقع والموقع بيقدم الخدمة دي وانا بقدم الخدمة دي وخلاص انت انت كعا مستهلك ما دفعتش حاجة فهنا ده non profit انما ال profit ان اقول لك ايه والله الفيديو اللي انت تتفرج عليه بمية جنيه ده profit انما non profit لا مفيش فلوس فeducational service provider عشان ده ممكن يجينا في الامتحان ال ESP ده provide educational support انا لما باخد سؤال بشرح الحتة بتاعته ماشي عشان يبقى فيه فايدة كده في مصر بقى في online libraries وفي educational public sites وفي online museum يعني في متاحف online انت لو دخلت على جوجل وكتبت online museum هيطلع لك متاحف تتفرج عليه وكمان عندنا Alexander library وعندنا Egyptian knowledge bank are too well known ESP بس دولت فور فري يعني انت Alexander library و knowledge bank كله دولت ايه دولت يعتبروا non profit يبقى ال online museum و educational publishing platform و libraries كله ده ESP common language for making website طبعا HTML احنا اخذنا ان لغات البرمجة عشان الكلام ده مهم وحنا بنحل كده وما تنسوش يا جمال انا وقصتك ان انتو يعني تبعتوا الفيديو ده على الجروبات وتنشروا عشان فيه ناس كتير جدا في سنة ساتة محتاجة بجد الشرح ده بيعتبر حصة اصلا حصة اكي انها كانت حصة مدفوعة بس هياليكوا ببالاشة Hypertext Markup Language ده اختصار الحاجة اسمها HTML HTML هي عبارة عن لغة برمجة بسيطة يعني نفطل ان واحد عاوز يخش مجال البرمجة ولسه ويتعلم حاجة بسيطة جدا فبيروح يتعلم لغة اسمها HTML لغة HTML دي هي لغة بسيطة جدا بتعمل اي يعني لغة HTML دي؟ والله واحد عاوز يعمل صفحة عن القطط وان القطط جميلة وان القطط تربيتها عاملة بالتلال فانية فهو متخصص في تربية القطط مثلا فعمل صفحة عن نت مش عالفيسبوك مش بنتكلم في الفيسبوك هنا بنتكلم موقع موقع بتخش عالموقع ده تلاقي صورة القططة وكيفية تربية القطط والقواعد اللي انت تربي فيها القطط طيب لو انا دخلت عالموقع ده هشوف نفس الحاجة اللي انت هتشوفها ولو بعدت الموقع ده لزميلك هيخش يشوف نفس صورة القططة ونفس الكلام المكتوب فالموقع ده static يعني ايه static كلمة static دي يعني ايه static او ثابت هو موقع مش متغير يعني كلمة static website كل اللي هيخش هشوف نفس الحاجة صورة القططة وازاي تربيها صورة القططة وازاي تربيها مفيش ابداع مفيش تغيير في static website هي sit and remain the same to every user who uses or who visits the website وهنا البرمجة اللي بتشتغل على البرامج على انواع المواقع دي ال html انما ال javascript language دي لغة تانية خالص يعني لما تكبر بقى شوية وتخش كده مثلا الجامعة وتخش سنوي يقول لك بقى ايه انت راجل مبارج من الوقت ايه راجل بتاع برمجة احنا نعلمك بقى حاجة ايه بتاعت الناس الشاطرين بقى تبقى هتعلمني ايه اعلمك بقى حاجة اسمها javascript ال javascript دي هي لغة اللغة دي اسمها لغة برمجة متقدمة بتعمل حاجة اسمها dynamic website يبقى dynamic web content ده اللي هو ال content المتقدم بقى ده بيبقى يعني ايه dynamic content زي موقع الفيسبوك ووقع الفيسبوك ده عبارة عن ايه هل هو موقع ثابت يعني كل يوم بتخش تلاقي صورة القطة واحد بيقولك ازاي تراب القطة لا طبعا الفيسبوك ده مكن تخش عين نهاردة تلاقي مثلا صور القطة تخش تاني يوم تلاقي ما بيتكلمه مثلا عن الافيال تاني يوم تلاقي مثلا المدرسة بنزله بوست مختلف ثالث يوم تلاقي مثلا صاحبك منزل حاجة تانية خالص والناس بتتفاعل معاه والبوست مثلا مكتوب ايه ايه يا جماعة مين بيحب البطيخ فتلاقي احبول انا ما يحبش البطيخ لا انا بحب البطيخ ففي تفاعل المواقع اللي فيها تفاعل دي مش مجرد تخش تقرأ وخلاص ده اسمه دايناميك مين اللي بيعمل الديناميك الجافا سكريبت يبقى فيه فرق بين الهتمل اللي هي language بسيطة بتعمل static وبين الجافا سكريبت اللي هي بتعمل مواقع متقدمة ومواقع اسمها دايناميك وبالتالي الكماند لانجوج اشهر واحدة مين بقى الجافا سكريبت او الهتمل او الهتمل عشان الهتمل سهلة فكل لازم تعلمه سمارت ارت واللي سمارت ارت ده هي عبارة عن فكرة ال الاشكال اللي ممكن تعملها بالباور بوينت يعني انا انا ممكن افتح لك الباور بوينت الوقتي اللي قدامنا الوقتي ده هو الباور بوينت ولو تلاحظ انا هدوس على جديمين هنا على الشمال خالص حاجة اسمها نيو سلايد انا كده عملت نيو سلايد لو انا روحت ليه قايمة اا او ممكن مثلا اروح ليه نفس القايمة اللي اسمها انسيرت واروح الف امشي كده كده هلاقي حاجة اسمها سمارت ارت ركز معي لما دوس على اسمارت ارت ده هيطلع لي اشكال الاشكال دي بيقول لي هنا ايه انت والله عاوز الشكل ده ولا عاوز الشكل ده ولا عاوز الشكل ده ولا عاوز شكل دي ده ولا عاوز شكل مثلا ايه بالظبط فانا افترض مثلا ان انا عاوز اجيب شكل احنا مفترض بناخد مادة اي سي تي بس عاوز مثلا اعمل شكل يعرف الناس ايه هي الخطوات بتاعت مثلا الووتر سايكل فاكنين الووتر سايكل ده في الساينس فانا عاوز اقول لهم الووتر سايكل دي بتمشي ازاي فهاختار الشكل ده انا هنا بتخيل معاكم هنبدأ بالإفابوريشن شوف انا بعمل ستيبس عشان اصلا المنهج بتاعنا فيه كلام ده اعمل إفابوريشن وبعدين بعد الإفابوريشن هقول كوندنسيشن كوندنسيشن وبعدين بعد كوندنسيشن هروح اعمل حاجة اسمها بريسيتيشن شوف انا هناك الكلمة دي كانت بتاعها غلط ممكن اعمل حاجة اسمها اديتور الاديتور ده يا جماعة اللي هو مايكروسوفت اديتور بيقول لي انت عاوز الكلمة الصحة ايه عاوز الكلمة الصحة بريسيتيشن دي اه انا قصدي على دي فعدل هالي بص هيك الاول مش مزبوطة لما ناسبتها حطي الخطة احمر قال لي فيه هنا مشكلة قلت له دوست كليكة يمين بتلعلي ايه بيانات اخترت اللي انا عاوز وبعدين رانوف خلاص وبعدين فاكرين الكلام ده وبعدين ايه الكلكشن فاصبح الوقتي عندي ايه عندي المخطط ده اسمه سمارت ارت انا ممكن بقى اعمل ايه اشكال مختلفة مني يعني خلي الشكل بتاعه جذاب شوية ممكن انا اخليه الحاجات طلعة كده اللي عمل لك بقى فيه شغلة خلولك ميل كده خلولك كده خلولك كده كل واحد وزوقه بقى فلو انا عاوز اخليه كده حلو بصراحة كده يشوف انا عملته ايه الآن عملته اسمه سمارت آرت او اللي هو فكرة انه لوحت على انسرت وخترت ايه وخترت سمارت ارت سمارت ارت سمارت ارت سمارت ارت سمارت ارت عامل كرافيكز بسح니다 بس رسول جرافيكا الفونت ولا change color or style of graphics انا عملت شكل شوف الاسمارت ارت عمالي يغير لي الاسمارت ارت دي ان انا اعمل اشكال يعني فاقرب اجابة صح هي change color or style of graphics يعني بدل مكتب كده الكلام شكل وحش لا اكتبه بشكل كويس visuals such as images and videos are more useful in powerpoint presentation than text يعني الاشكال اللي انا باعرضها الوقتي يعني مثلا هنا اماتي مثلا mr. aحمد الباش لما اكتب كلام بس كده غير لما انا اقوم ضايف حاجات بقى ايه اشكال اختار مثلا بص يعني بص البوربوينت بيخلينا اعمل ايه بص انا هعمل insert الايه ناو اجبر بص ممكن هديف ايه هيحمل هو بيعمل inserting هو بياخد وقت هنسيبه يحمل اه لا اهو بيحمل اهو بص بص بقى البوربوينت خلينا اعمل ايه بص انا لما اعمل حاجة اسمها review mode او reading mode في هنا على فكرة حاجة اسمها آما boom Apollo حاجة اسمها بص اعجبها Jordi اللي هي دي انا بيواريني شكل humid template ايه انا الخلي السورة كده ايه مزبوطة شوية اشوف بقى ممكن هلفه كمان بص بص ده سري دي فاهم يعني ممكن انا اعرض الصورة دي كده فاهم واشيل ده خالص واخلي ده هنا مثلا كده واعمل ايه واعمل اشكال انا باوريكم الباور بوينت لاني ناس كتير مش عارفة الباور بوينت وبالمناسبة في الصيف ممكن نعمل كرس باور بوينت ونعمل مع بعض اشكال ويبقى فيه تسك ان انت تعمل الاشكال دي هعمل ده مع الناس اللي هي الاكتف معي الناس الشاطرة وعشان ده يحصل لازم تساعدوني في نشر الفيديوهات دي المهم نرجع تاني عشان انا بحب الهاجات دي فالفيجولز مقصوب بيها الحاجات اللي عملتها الوقت انك تدخل اشكاله وحركاته بتاعه ميز سونيكا من اندهار ميز سونيكا دي كانت عالمه او شخص مهم في الهند او في منطقة يعني وكانت بتحاول تعمل فكرة انها تعمل زي بصات صغيرة كده شغلها بالباليسيوم ايون بالبطاريات عشان تقلل نسبة ايه انبعثات الكربون طبعا الاي او اس والاندرويد ايه الاي او اس و ايه الاندرويد و ايه الاسمارتفون بس الاسئلة دي مهمة عشان كده بعملكم الحص ودي حصة فور فريدي كنتو يعني يعني عاوز اقول لكم ان هي اصلا مفروض تعمل بفلوس بس لا هي فور فريدي كو والتابلت والسمارتفون دول اللي هي الموبايلات اللي حمد استخدامه بيشتغل اما انه و بيشتغل اندرويد او بيشتغل بكل شيء اسمها اي او اس اللي هو الايفون في كل انت لو اشتريت الهم ات ده بيجي عليه والاح Forbes و ايه او استخدام الله سيصط الكمبيوتر بيجي عليه Norma بس بيجي عليه اما اندرويد اما اندرويد اما اي او اس ممكن هشرح لكم الجزئية دي. مثلا هنا في الباوربوينت. يعني انا عملت كده كليك يمين وعملت نيو سلايد بص. او رحت على قيمة انسرت واخترت نيو سلايد. هنا انا ممكن اعمل مخطط يشرح لك الجزئية دي. احنا بنتبق كل حاجة مع بعض. فتعالا مثلا نعمل سمارت ارت. سمارت ارت. شوف انا عملت سمارت ارت. هنا هكتب مثلا موبايل. ماشي. اند تابلت. شوف انا بشرح لك. بس بشرح لك حاجة عن طريق الموضوع ده. نخلي الخط مختلف. خليه مثلا بولد. بولد يعي تقيل كده. ونغير الخط. مش عارية تابلت دي عمليه مسافة كده. ماشي. ونكتب هنا كمبيوتر. اصلا ده في الدرس اللي انا بعمل ده في الدرس عندنا. يعني دي حتة انا عارض اشرح لك. الموبايل لما بيجي. بيجي معا حاجة اسمها اندرويد. وبيجي معا حاجة اسمها اي او اس. مفيش تالت. ده كيز بقى معاي. في الكمبيوتر ممكن يجي معا ويندوز. ويندوز ده اشهر حاجة. وممكن يجي معا ماك. مكنتوش. يعني ويجي معا وصلا. بنسمي ساعتها ابل او بنسميه. هنعرف في الوقت اسمه ايه. وفيه مكنتوش. يعني انا بس كميني. يعني مش عاوز ان انا اديك كل معلومات مرة واحدة. يعني واحدة. الويندوز ده هو المست بيوبولر في الكمبيوتر. اه هو مكنتوش اصلا. هو هو مكنتوش. يعني في ويندوز وفيه مكنتوش. ويندوز ده بيبقى في الكمبيوتر عادية. مكنتوش ده في اللابات الابل بنسميها ابل. خلاص ابل. ده في النسبة لو كمبيوتر ابل بيشتغل ببرنامج اسمه مكنتوش. انا انا اللي شغل عادي ده ويندوز. لان انا مستغل بكمبيوتر عادي. عارف انا كنت معاك كمبيوتر قبل. يغال شوي. كان هيشغل بماكنتوش. طب الاندرويد بيشتغل بالموبايل عادي. الاي او اس ده. في الايفونات. يعني لو واحد صاحبك مع ايفون. انت هتلاقي الايفون شغل بطريقة غير الطريقة اللي انت مسكها. الاندرويد. فنرجعتين. يبقى اوبراتينج سيستم او اس. هو بيعمل اصلا هو سوفتوير. بيدير الكمبيوتر بتاعك. طبعا هنا انستول. انستول يعني انا احذف حاجة من الكمبيوتر بتاعك. ان اي مودي يو كانت شكزة اه فور تيكست هذه الحاجة. ان الريفيو. ان الريفيو دي جمعة عندما اجي هنا اعمل ريفيو. ان الريفيو دة بيوريني شكل اللي ايه؟ الشكل اللي انا هيطلع عليه الاتضلاع بتاعي. فلو في مثلا هنا كلمة غلط فيه بتاعنا ررح ايه اعدلها قبلي مطبع. في حاجة اسمها ريفيو عشان يجيس اكبر من information about people, places and objects can be gathered by using المعلومات ممكن ان احنا نجمعها باستخدام ال data base data base يعني معلومات كبيرة جدا writing equal first in excel means that you will start formula ما عرفش انتو عارفين المعلومات قبل كده ولا بس لما بفتح البرنامج ال excel عاوز اقول له اجمع لي الجزء ده مع الجزء ده اللي قدامنا الوقت ده برنامج ال excel برنامج ال excel ده انا ممكن اجي عندي مثلا الخانة دي ممكن اعملوك زوم كعشان تشوفه اجي مثلا عند الخانة الاولى دي بص هنا اللي هي في الاول اجي اقول له بص اعمل لي equal اول ما دوس equal انا كده بقول له هتعمل حاجة انا اقول لك عليها يا excel اجمع لي الخانة دي يعني اللي هي اسمها f3 دي زائد واروح افعل لجنبها اجمع لي دي معا دي وطلع لي الناتج هنا فطلع لي سفر لان دي فاضي ودي فاضي بص كده انا هحط هنا واحد وهحط هنا ثلاثة شوف هو جمع ايه لان انا اقيل له في الخانة دي اجمع ده زائد ده ولو غيرت القيمة هنا دي هتتغير تلقائي انا بص هنا بغير خليها تسعة يبقى ده كده عشر يبقى الاكسيل ده بيعمل ايه بيعمل formula معادلة فده شكل المعادلة لما احنا نعمل equal كده يبقى احنا بنقول له يلا يا اكسيل اعمل لي حاجة طب مانا ممكن كمان من شرط يبقى black post من شرط ان احنا نجمعهم قصدي لا ممكن نعمل اي امر احنا عايزينه ماشي طيب after your video conference send an او ايه بعد ما تعمل الميتنج بتاعك ابعت ايميل توضح في الايميل ده كل اللي ايه اللي حصل artificial intelligence AI depends on A to teach how to learn problem solve طبعا فيه algorithm الالجوريثم ده يا جماعة هو عبارة عن طريق التفكير ماشي يعني الالجوريثم هو عبارة عن طريق تفكير معينة وهي عبارة عن steps خوارزمية يعني بيطلقوا عليها بالعربي خوارزمية artificial intelligence الزكاء الاصطناعي بيعتمد على ترتيب الافكار يعني خلي بالك كلمة اصلا الالجوريثم دي معناها steps معناها خطوات يعني انما انت تتجي مسلا تحل مسألة mathematics ما مسألة راديات الاول بتفترض الفرود وتشوف النتائج وهكذا بتمشي بخطوات لحد بتوصل النتائج فده كده الالجوريثم الالجوريثم معناها ترتيب معين يوصلك لنتيجة معين customers with experience use technology to search for product and make the best decision when making a purchase يستخدموا التكنولوجيا بيخش ويشوفوا المنتج ده ايه وطبيعته ايه وهكذا search a are important technological search tools طبعا search engines محركات البحث شات ويندوز انت ساعتك تخش موقع مش فاهم فيه حاجة فتقول له ايه وانا بنعاوز اتكلم مع الدعم الفني او مثلا انت النت عندك قاطع فممكن تخش على موقع الشركة بتاعتك فتقول له اخش عليها ازاي من موقع النت قاطع لا ممكن يكون النت مثلا بطيق فتخش تقول لهم يا جماعة النت عندك بطيق فبتتكلم مع شات ويندوز الشات ويندوز ده بيكون فيه حاجة اسمها شات بوت شات بوت ده يقول لك ايه للدعم الفني اضغط اربعة فتقول انت كاتب له اربعة يقول لك لمشاكل الانترنت اضغط واحد دوس واحد فهو الشات بوت عبارة عن بوت بوت يعني ربوت يعني بتكلمه وهو يكلمك بالذكاء الاسطناعي illustrate a series of steps مجموعة من الخطوات can be used in powerpoint presentation مجموعة من الخطوات ده اسمه اللي احنا لسه عاملين اللي هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه الوقتي اللي هو تشارت او سمارت ارت او تشارت فيه هنا تشارت برضو على فكرة ممكن اقريكو حاجة تانية تشارت دي يا جماعة برضو من الحاجات المهمة جدا بيوريك يعني اشكال معينة وحاجات كتير جدا يعني بص بس هو مش عاوز ده هو عاوز فكرة اللي احنا كلمنا عنها الخطوات اللي احنا كلمنا عنها ان الاشكال دي هي اشكال بتوصلك مين الاول وبعدين من التانية ده رقم واحد وبعدين ده رقم اثنين وبعدين ده رقم ثلاثة وهكذا ماشي الفلوت شارت ده بيوريك التقدم وهتلاقي السؤال بتاع الفلوت شارت ده كتير في المنزمة وكتير في المنهج انه يقولك ايه؟ يقولك انت لو بتعمل خطوات بتوضح الخطوات دي بايه؟ ماشي ريال تايم كومنيكيشن طبعا بيسمح لك allow you to get your message in more engaging way مين الكنتنط لسه احلانها بقى is sit and remain the same every user who visit sites طبعا ده اللي static الحاجات السابتة اللي هي static هي اللي كل واحد هيخش اشوف نفس الحاجة improve image and make it appear more lovely الريتوتشنج احنا عندنا هنا جماعة في المنهج بتاعنا في برنامج اسمه GIMP انا طبعا ما كانش عندي الفورصة ان انا ستطابه عشان اقرره لكو ولكن انا متأكد ان احنا في الاجازة ممكن نعمل ده لو احنا رحنا ليه حاجة اسمها GIMP ده برنامج برنامج شكله عامل كده تفتح في الصورة ميزة بس البرنامج تعال ناخد الجزء ده من مرة ميزة البرنامج ده انه هو برنامج free open source غير برنامج الادوبي فوتوشوب برنامج الادوبي فوتوشوب برنامج غالي جدا وبرنامج برضو بيعدل الصور يقول لك تصورة ده معمولة بفوتوشوب لانه هو برنامج احترافي ممكن يركب لك مثلا قطة على راس بطة يعني فهم يعمل لك اشكال كده انما ال GIMP ده برنامج بسيط جدا وهو open source وcan be used on different operating system يعني ممكن تشغله على اي برنامج طب ايه مميزاته قال لي مميزاته انه هو ممكن يعمل لك retouching ممكن يعمل لك blending ممكن يعمل لك special effects retouching انه يحسن الصورة بص صورة الوده ده ده الاريجنال هنا الصورة اوضح سنة ف ال retouching بتعمل ايه بتوضح لك الصورة شوي ال blending بيخفي او بيدمج صورتين مع بعض طيب تعالي نرجع تاني الاسئلة بتاعتنا ف ال retouching بيمبروف مس سونيكا منندهار wants to a طبعا في بلد نيبال هي نيبال high carbon emission rate leak of electronic mini bus difficulty of women to get loan ولا all the above ساعدت الناس على كل الحاجات دي modification of removal hardware and software setting and configuration is via control panel انت لو عاوز على الكمبيوتر بتاعك وعاوز تعدل حاجة في الكمبيوتر بتاعك بتروح على قائمة اسمها control panel وبتعدل من على control panel دي يعني مثلا تقوله في control panel انا عاوز شكل الويندوز بتاعي يبقى فاتح جدا فتعمل ده من على control panel يطبق لك الكلام ده يخليك الكمبيوتر كله لونه فاتح modification you make to a لسه بنقول ان التعديلات اللي بتعملها في control panel automatically affect other computer programs by the customer or family member can be valuable ال online review لان احنا على فكرة عندنا حاجة اسمها والموضوع سهل قوي انت بشكل منطقي كواحد او انت كواحدة رايحة تشتري موبايل فانت بيخش على الموقع الاول تلاقي الناس كاتبة على الموقع على الموبايل ده ايه يا جماعة انا رايح اشتري موبايل كذا ايه رأيكو في الموبايل ده لا 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 ده موبايل وحش جدا اوعد اشتريه او مثلا تلاقي التعليقات كلها ده موبايل مالوش حال ده انا بصي حاجة من الموبايل ده انت بقى كواحدة بتفهمي مفروض انت قيم التعليقات دي شو فيها ده علاقات حقيقية ولا بس عموما ال online review لما تلاقيها من العملاء ان هما الناس الكويسين او من ال family member انت بتتسقي اكتر في الرأي ده وتسمعي operating system OS is software that control control how computer operate ازاي الكمبيوتر اشتغل launch application facilitate simple users to use computer communication واللي اقول اقول ده اقول السؤال بعد كده are two well known platforms for video conferencing لو احنا هنعمل محاضرة مع بعض فيديو في زوم في سكايبي وفي في المنهج بتاعنا مايكروسوفت تيم و جوجل ميت فالاجابة الصحية بيه افتكر ده من مايكروسوفت تيم و جوجل ميت يعتبر من الحاجات الفيديو كونفرنسي HTML is programming language that is used to create HTML هو عبارة عن برنامج او لغة برمجة بتعمل الweb pages to deal with image you can use GIMP program is tool for creating image برضو GIMP ده برامج احنا ممكن نستخدمها ده is market where share or stocks can be purchased purchased يعني انت تتاجر فيها and sold stock exchange stock exchange لو سوق الأوراق المالية try operating try opening a file using another program in case we have problem طبعا هنا corrupt file يعني ايه بقى افهم النقطة دي برنامج الباوربوينت ده بيشغل ملفات الباوربوينت برنامج الاكسل بيشغل برامج يعني الملفات الاكسل لو انا استخدمت برنامج الاكسل ان انا افتح الباوربوينت مش هيفتحه هيقول لي ايه ده انا اكسل اللي خلينا افتح باوربوينت فيديني error اسم corrupt file ان انا مش فاهم الفايل operating system is commonly preloaded اغلب الكمبيوترات واللابتوبات بيكون في مايكروسوفت ويندوز مش ماكو اس يبقى احنا ممكن نعدل هنا اللي احنا قلناه على ماكينتوش ده هنزميه ماكو اس عشان بس يقفل زي من منهج ايه ماكو اس يبقى الكمبيوترات فيها ويندوز وفيها ماكو اس استابيو شوت سيليكت ام باوربوينت اف يونتو اد فلوت شارت طبعا هنستخدم خانة انسرت زي ما انا كنت لسه بوريكو ان انا عشان نضيف فلوت شارت روحت عملت انسرت او اس مانش ديفرنت يونت سوف كمبيوتر سعش از الابريتينج سيستم بيدير كل الحاجات دي الاسي بيو الميموري الستوريج ريفير تو اونلاين برشيسنج اند سيلنج جوتس اند سيربس طبعا دي انتجارة الالكتروني اي كوميرس ماكو اس الماكو اس ده اللي هو شغال بقابل طبعا ده مور اكسبنسف عن اي واحد تاني is not feature available in microsoft powerpoint المش متاح في powerpoint slight size option لا دي متاح theme and variant او يعني ده خلينا ده متاح وده متاح build in او built in online picture لسه شايفين انه هو لو انا حبيت اعمل insert picture ممكن اختار من من يعني من online picture بس السور هنا مخزن كبير للسور مثلا سورة مثلا سمكة بس انا بدي في السمكة دي بس سبحان الله انا جبت السورة دي منين جبتها فيها مخزن سور كبير جدا انا ممكن بقى بس اعمل design ازاي بس اشوف هنا احنا عملنا design ازاي والله شطر يا مستر احمد والله عادي مستر احمد ده ما شاء الله شطر فضل الله مالك بقى شغلة بس السلايب بقى جميلة ازاي يعني انت ممكن ابعلمكم كلامنا ان شاء الله في الصيف ففي online bank يباني create ايه create website in an excel is an excel feature allowed to arrange data في حاجة اسمها sorting السورتنج ده ان انا مثلا كاتب مثلا في العمود ده كاتب واحد وثلاثة وسبعة او اربعة وبعدين تسعة وبعدين خمسة وعشرين وبعدين كاتب ايه واحد تاني وبعدين كاتب ايه ستين ارقام مش مترتبة اجا افع العمود هنا ولقي خانة هنا على جنب كده اسمها sort and filter بدوس على فورتنج يقول لي عاوز ترتبهم ازاي عاوز ترتبهم ال smallest وال largest بص رتبهم لي قال لي واحد واحد تلاتة اربعة تسعة خمسة وعشرين ستين طب بقول لك ايه رتبهم لي كبير للصغير بقف عليه تاني وروح اقول له ايه رتبهم لي كبير للصغير الاكسل ده تحفى فهنا السورتنج ده مهم جدا you can start entering formula طب احنا عملنا لسه من شوية في الاكسل الفورميلا بتعمل باكوال لو انت هتكتب حاجة في الاكسل باكوال باكوال البي ايه ان هي تستخدم البطاريات طبعا هنا ايه باكوال 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 is primary function of an operating system الوظيفة الاساسية manage computer functions انه هو يدير عمليات مختلفة في الكمبيوتر is primary purpose of using fluid chart لما استخدمنا الشكل بتاع كان هدفه الاساسي you can start this step ان احنا ان نوضح الخطوات اللي تمت different operating systems such as اندرود & ios are reused by اغلب ال operating systems زي اندرود وiOS بيستخدم ب smart function and tablets برنامج اي اي او اي 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 برنامج اندرويد في الكمبيوترة التابلة Is primary function of Windows أو Microsoft Word طبعا Microsoft Word يا جماعة هو برنامج للكتابة Be willing to explain how the AI tool works يعني مثلا لو اخترعت اللعبة او انت قلفت اللعبة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي لازم ان انت يعني تكون How it work ماشي ده معنى انت تكون transparent شفاف هو بيشتغل ازاي؟ Computer use Mac OS من اللي بيستخدم Mac OS Macintosh دي الأجهزة الماك اللي من شركة ماك اللي بتستخدم برنامج Mac OS والأجهزة العادية الكمبيوتر العادي بيستخدم Windows Company revenue is affected by الا الارباح بتتأثر بإيه عند opinion بتأثر بالnegative reviews هو هنا قصده تأثير السلبي يعني قصده ان الشركة بتخسر لما يكون في تعليقات سلبية You need A to join Video conference مايكروفون ولا كاميرا ولا A&P محتاج مايكروفون و كاميرا عشان اعرف اتكلم مع الولده Javascript تقال له creation of dynamic content لسه أقل لكم انه بيستخدم dynamic A content is one of main users of GIMP program طبعا واحد من الاستخدامات الأساسية في GIMP program هو طبعا retouching تحسين الصور When you buy computer It usually has preloaded لما بتشتري كمبيوتر جديد بيكون شايل AOS أو GIMP أو Excel أو S أو S تريموف ان اب ان ان اندرويد ديفيس أوبن طبعا اندرويد ديفيس انت لو معك اندرويد و عاوز تحذف حاجة بتخش على play store طبعا One way to divide company's ownership into equal sections is called طبعا shares ان احنا نقسم الشركة لأجزاء متساوي اسمه share It is important to be من المهم انه تكون when writing to an ESP انت هتكتب مثلا لشركة الشركة دي بتقدم خدمات لسه educational service provider طبعا هنا ان انت تكون formal ان انت تكون يعني بتعامل بشكل رسمي when your device not charge الجهاز بتاعك مش بيجح It is recommended أو It is recommended solution هنا الاقتراح هو عبارة عن ايه الاقتراح ده عبارة عن انك انت cleaning charging port تنظف السوكت بتاع الشحن Float chart is often represent in power point series of steps Float chart اللي احنا لسه كلنا بنتكلم عنه الوقتي هو بيوضح مجموعة من الخطوات اللي تمشي عليها زي مثلا انا قلت لك ايه الخطوات بتاعت الوطر سايكل اللي بحسة evaporation وهكذا Keep your computer running smoothly and software will not work without it طبعا ده ال operating system Without an operating system You can't deal with computer You can't deal with computer You can't access website من غير ال operating system You can't deal with computer من غيره ما تقدرش تتعامل مع الكمبيوتر RESP A and B Alexandria Library and Egyptian Knowledge Bank Are kind of data You can't include in Excel نوع من انواع ال data تقدر ان انت استخدمه في ال Excel Numbers and Text انا ممكن في ال Excel هنا استخدم Number واستخدم Text جانب كل واحد اكتب الكلام اللي انا عاوزه Is purpose for which you might use messages for messaging services like whatsapp or in school واحد من ضمن الاسباب اللي خليك تستخدم ال whatsapp انك تتواصل مع اصدقائك Collaborating in a group project انك انت تتكلم عن المشروع الخاص بنا كجروب مع بعض احنا مع بعض بنعمل جروب عشان نحل مسلا من مشكلة معينة فبنتكلم على ال whatsapp على هل المشكلة دي او عاملين جروب مثلا على ال whatsapp بنسلم عليه ال home work امتاز الاجابة هنا الاجابة هنا بص هنا لما باجي بص هنا جايب لي هو ايه مشكلة editing tool جايب لي بالاحمر هنا او فانا لو دستي يمين كليكا يمين هيقول لي ماك و اسا صلحته فال editor هو بيصلح ال ايه بيصلح الكلام الخطأ يبقى هنا ايه انك انت تعمل اه تغيرات على ال document خلاص اه انت تستاني ال preview عموما علشان انك انت تعمل اه اه before printing and saving ايه 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 when creating AI solution user security and privacy must be taken in consideration يعني لازم لما انت تحط حاجة او تعمل برنامج لازم تراعي خصوصية الناس اللي تستخدمه ماينفعش انت واحد يخدش لعبة عندك اللعبة تم سرق كل بياناته لا طبعا لازم فيه خصوصية اسئلة tool or false rule or false اسئلة سهلة جدا هتطلقوا هنا مجموعة من الاسئلة في الملزمة مهمة جدا تعالوا نحاول نحل كده مجموعة منه retouching improves the image and make it appear more beautiful طبعا هنا الاجابة true retouching بيحسن و بيخليها more beautiful if device is not charging لو الdevice مش مشحون make sure there is not any water or dust inside charging لو الdevice مش بيشحن كويس خليك متأكد ان مفيش مية ولو غبار طبعا صح نظف السوكت يعني GIMP is a software that work with different operating system أيوه ال GIMP بيشتغل مع اغلب ال operating system you will be asked to give permission for use camera and microphone as soon as you entering a meeting لما بتدخل meeting يقولك ها بتسمح ان تستخدم الكاميرا بتاعتك صح there are two widely used platformers for video conferencing google meet and microsoft team اللي جابه هنا صح it is important to be informal when writing to ESP informal يعني تكون غير رسمي باعت ايميل مثلا ل المدرسة بتاعتك المدرسة بتاعتك تعتبر مقدمة خدمة فباعت ايميل للإدارة بتاعت المدرسة كلهم بقول لكم ايه والنبي وخلوا بالك والنبي عشان بس بكرة احتمال ان اتاخر شوية لا طبعا دي اللي انت بتتكلم في ده ده اسلوب غير رسمي يعني انت بتتكلم بيه ده ده اسلوب مش مهزب او مش مش مهزب يعني اسلوب ما ينفعش مع الشركات دي لازم ان انت تتكلم السلام عليكم او مساء الخير استأذن ان ان شاء الله بكرة انا احتمال ان اتاخر شوية واتمنى قبول ذلك مع تمانياتي لكم مثلا بالتوفيق بتتكلم كده فورمال يعني لا يبقى هنا الاجابة false you should send email to follow up after meeting صحيح يعني انا بسنا قعدنا مع بعض ودردشنا واتفقنا على هنعمل شغل ازاي بنبعد email بقى خلاص الاميل ده بنقول احنا اتفقنا على ايه فيه عشان يبقى نفاكرين ان اللي عاوز يرجع بقى الاميل ده بيرجع you should send an email to follow up after meeting javascript can be used to add more dynamic content check that file was downloaded correctly if it is corrected corrupted صح يعني مثلا انت حملت لعبة جيت اشغل اللعبة ما اشتغلتش هيقولك روح تأكد انها تحملت صحة اصلا ممكن ما يكونش تحملت gimp didn't support file such as gif gmp غلط بيدعم الملفات بأنواح smart phones and tablet use several operating system like android and os صح websites can be used to buy manage sell stocks صح انت اللي عندك مثلا رصيد في شركة معينة ينفع تبيه هو هكذا customers can use search engine to help in decision making the customers اللي هم العملاء اللي بيشتروا المنتج بتاعك ممكن انه هم يستخدموا search engine عشان ياخدوا قرارهم ممكن يدور و يبحث و يشوف ايه الصح و ايه الغلط that shouldn't be based on fact shouldn't be based on fact shouldn't be based on fact not opinion لا طبعا غلط الداتا مفروض تكون ايمة على الفاكت an algorithm is a step by step procedure used for solve problem صح الالغوريثم هو نمط تفكير الخوارزمي changing flow chart color improve visual appealing صح لما احنا غيرنا الشكل التي والالوان تخلى الشكل مقبول شوية كستomer use comparison website to help them compare products صح being transparent means being willing to explain how aitool work صح website that provide product comparison are used by customers ووبسايت that provide product comparison are used by customers صح يعني المواقع اللي بتقدم خدمة مقارنة الحاجات على فكرة في مواقع هي شغلانتها انها تقارن لك بين الحاجات انت رح تشير موبايل يقول لك تعال ما قارن لك بين موبايل ده و موبايل ده ماشي شاد بوتس are artificial intelligence computer program اه ممكن AI ده حاجة يعني ممكن نستخدمها في الشاد it is important to be formal when writing to ASP طبعا صح smart art graphics can't be used for creating flowchart in powerpoint smart art مقدرش تستخدمه عشان تعمل flowchart لا طبعا ممكن استخدم اشكال ذكية جدا flowchart in powerpoint فقط text in presentation can be more engaging effective effective factor in sharing طبعا صح طواقف تتكلم قدام ناس فلازل تكون واثق في نفسك كده وتكون بتكلم بصوت واضح كده وتكون ذكي كده smart art pre-designed flowchart احنا عملنا الوقتي اه خدنا نموذج جاهز واشتغلنا عليه Microsoft windows Microsoft windows comes pre-installed on most pre-laptop طبعا صح true windows installs software so you can use new printer when you plug it into pc طبعا هنا هل الويندوز بيحمل برامج معينة لما بتوصل الكمبيوتر اه طبعا pdf format pdf ده على فكرة اللي انا فاتح بيه الملزمة يعني انا بنزلكم ملزمة تتبعوها بنزلكم بصورة pdf ليه بنزلها pdf عشان يبقى شكلها مظبوط ولما تروح تتبعها عند الراجل او تتبعها في المكتب عندك تتبع صح فالpdf format used after printing to keep formatting ايه صح is sort the sort لما انا عملت لكم الارقام كده ولا تبناه the sort is from common excel tools ايه طبعا to improve visual appeal of your flowchart عشان تحسن الشكل think about adjust colors طبعا صح artificial intelligence AI depends on algorithm طبعا صح profit and non profit organisms are included in category of education service provider ان فيه ربحي وفيه غير ربحي طبعا شرحتها في اول حصة true there are two widely used video conferencing platform google meet and microsoft teams صح programming language are instruction that are preloaded in code for writing computer program هال programming language لغات البرمجة هي تعليمات بتدي code for writing computer program عشان تدي تعليمات واحنا بنكتب ال واحنا بنكتب الاوامر للكمبيوتر الاكواد طبعا اجابة صح HTML can be used to create static website ايوه HTML بيستغل على ال static قلنا ان فيه dynamic وفيه static وفيه static Microsoft Word provide tool for formatting text such as bold and italics طبعا صح powerpoint doesn't يعني هنا your operating system manage how your hardware and software communicate ايوه هي دي فايتت اصلا ال operating system البرنامج اللي هو ال operating system ده معناها ايه؟ معناها البرنامج التشغيلي للجهاز بيعمل ده؟ اه بيعمل ده بانه بينزم العلاقة بين الاجزاء الكمبيوتر المختلفة اهه GRMP is an open source that can be used in different operating system طبعا اجابة صح to insert picture in word دي كومنت you should use preview tab طبعا لا عشان تديف صورة لازم ان انت تستخدم ال insert preview mode in powerpoint is specially designed for editing and correcting any text ايوه فاكرين لما كنا نكتب كلمة غلط وقال لنا الكلمة دي غلط صححة microsoft excel can be used to create manage database ده عن true نستخدم ده عشان ننظم ال database most new computers come without an operating system requiring the user to install separately طبعا لا اغلب الكومنتراب بتيجي بالنظام التشغيل ماشي واخر سؤال بقى ناخده النهاردة the cost of software is generally the same across different business طبعا لا في برامج غالية وفي برامج رخيصة طبعا مجموعة الاسئلة البسيطة اللي في المنزمة دي تقدروا تحلوا الفيديو ده تعبني جدا احنا خلصت يعني انا خلصت كده اللي عاوز يخرج الوقتي يخرج من الفيديو كنت مبسوط معاكو جدا السنة دي في سنة ستة وبصراحة يعني لا تتخيلوا ان المناهج الجديدة لما بتنزل ده بيكون حمل علي قد ايه ان انا اشرح لكم المناهج الجديدة دي وان انا اعمل الملازم ما اعملMIN ملازم المراجعة وان انا ادق في كل سؤال واشوف كل سؤال صحيح ولا لا eyeballs صحيحة ولا وان انا اعمل الفيديو فارفعه علي يوتيوب بعدين ان انا مختار له عنوان واختار له صورة واملكم ملزمة وارفعها لكم وانديكم ملزمات فور فري وتنزل فى التعليقات او تنزل فى الوصف بتاع الفيديو تحملوها كل ده عبق عليا ولوداليا كبرا جدا انتهت الحمد لله سنسدت على خير هنتقابل ان شاء الله في كل اعدادي مرحلة اعدادي مرحلة مهمة ومحتاجة تحضيرات كتير ان شاء الله انا معاكم ان شاء الله طول السنين الجاية بإذن الله اول الوقت الحاد ما تدخلوا ان شاء الله الجامعة وبعد كده ابتلوا ان انتو تجهزوا نفسكم الاعدادي عاوزين ننجح ان شاء الله على خير في المرحلة اللي احنا فيها الوقت عاوزين نقفل بإذن الله الساينس والاي سيتي في فيديو تاني زي ده بالزبط في الساينس ان شاء الله يفيدكو وتستمتعوا بي اعذروني لو كان في تأثير ويعني مش محتاج منكم شكروا الله ولا حاجة لو كنت قدرت بفضل الله ان انا اساعدكم شوية فاتمنى ان الفيديو ده يعني تقدروا تاخدوه وادوه لزمالكو تنشروه مش علشان الفيديو يتشايف انا عاوز اقولكو ان الفيديوهات دي اللي على يوتيوب اقل في الارباح مما تتخيله يعني انت لو شفت مثلا الفيديو ده يعني يكاد يكون صفر بتتكلمكم بما يرضي الله لانه هو محتوى سنة ستة بيعتبروه محتوى اطفال لكن فيلم كارتون شغال فبيدوش يعني مالوش لازمة بس انا مستمر معاكو وبحبه جدا مقدرش اتخلى عنكو ابدا ويعتبر القنوات خلاص ما بقيتش تهتم بالمحتوى سنة ستة والكلام ده فالحمد لله انا مستمرين معاكو دايما وطول السنين الجاية وحتى اخواتكو الصغيرين برضو انا معاهم وباذن الله يا رب تكونوا افضل ناس دي كانت شوية درداشة كده في الاخر بيعبروا عن قدي انا بحبكو وقدي ان احنا بقى في اعدادي لوعتكو في مرحلة جديدة كلها قوة وان احنا نكون مع بعض ننسيبش ولا كلمة ونكون دايما الاوائل بفضل الله لان احنا دايما شاطرين ونجحين واتمنى لكم يا رب كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي